اكد معالي سيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ان تطوير الخدمات الصحية يعد اولوية دائمة في مملكة البحرين وتحظى بكامل الرعاية والاهتمام من جلالة الملك المعظم كما انها من القطاعات الحيوية التي تنال كل الدعم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اشهد معالي بما يحققه القطاع الصحي في مملكة البحرين من منجزات حضارية وسمعة رفعة ومن يقدمه من خدمات متميزة وتعزيز ذلك من خلال تضمين تطوير الخدمات الصحية في برنامج الحكومة وجعل القطاع الصحي ضمن احد ابرز القطاعات الرئيسة في المنظومات الخدمية مشيرا معالي رئيس مجلس النواب لان عيادات الخدمات الطبية الملكية تعد نقلة نوعية للقطاع الصحي في مملكة البحرين واضافة رائدة للمنظومة الصحية الشاملة